السلام عليكم مورودي ومرحبا بكم معي في وصفة اليوم ومرحبا أيضا بالأشخاص لأول مرة كيزوروا قناتي كنقول لكم مرحبا والف مرحبا وإلى عجبتكم الوصفة ما تنسوش الضغط على الزل الأحمر زل اشتراك وكذلك تفعيل جرس باش كده توصلوا بجديد كل وصفات يوم إن شاء الله غد نحضر معكم حلوة دوازاتي سهلة واقتصادية بالكوكا والمربة دي المشماش وأيضا نسمى بنوكات الفانيليا باش تعرفوا معي طريقة تحضروا أيضا مكوناتها ما عليكم غير طبو معي الفيديو إلى النهاية عندي 300 جرام ديال الدقيق المخصص للحلويات عندي خنيشة ديال بيكن باودر كناخد منها فقط 4 جرام خميرة ديال اللي حلوة ناخد غير نص خمارة فقط عندي 7 ونص جرام ديال سكر فانيليا وبيضاتين لتيكونوا بدرجة حرارة الغرفة 125 جرام ديال زبدة مالغارين بدرجة حرارة الغرفة أيضا 100 جرام ديال الكوكاو بودرة الكوكاو كناخد الكوكاو كيكون خضر ما كنحمر وماتاشي حاجة كنطحنوا مزيان حتى كنحصنا لشكل بودرة بنسبة لهذا المية جرام غادي نستعملها في العجين ديال الحلوة ديالي وهناي عندي 200 جرام ديال الكوكاو المهرمش كوكاو كونكاسي هادي غادي نستعملها للتزيين بنسبة للسكر كنستعمل خمس ملاعق من السكر غلاسي والسكر كيبقى على حسب الضوء ديالكم والرغبة يمكن لكم تطعفو الملاعق ديال السكر كيف يمكن لكم تستعملو غي خمسة ره ها مضبوطة وعندي 7 ملاعق ديال زيت نباتية عندي أيضا سائل نكهة الفانيليا وعندي موربا المشماش كونفيتور ديال المشماش مل أحسن تاخدوه يكون خاتر باشا كده مني كتبتو على الوجه ديال الغريبة ديالنا مني كتبينزينوه كيبقى كيبقى مزيين نبس ملاكة نخطاصة كندير فيها الزوضاء وخمس ملاعق ديال السكر غلاسي كنجمعو مع بعضهم تحتكي ندعم جوليا من بعد كنضيف قبزة من الملح مسبق ليشو دكرتها الفانيليا وسبع ملاعق ديال الزيت ومية قرام ديال كوكا واللي كتكر مطحونة جيدا كوكا وبودرة هنايا كنفصل البيض ديال البيض على الأصفر بالنسبة للجوج أصفر كنستعملهم في العجين ودوك جوج ديال البايات كنستعملهم لي التزيين هنايا كنبقى نضيف الضقيق بشوية بشوية وأنا كنجمع الخلط ديالي حتى كنحصل على الأخير كيكون شبه يعني شبه بجموع كنضيف عليه ديالك 4 جرام ديال بنسبة للبقدر كنضيف عليه القليل طاق ديال بقدر يمكن نجمعهم مع بعضهم حتى كنحصل لي هود عجينة متماسكة هنايا عندي طاود هنطا بالزيت عندي أيضا كوكا وكون كاسي وبالنسبة لذيال جزبيات ديال البيض كنضيف عليه ملعقة ديال الفانيليا كنخلطهم جيدا بعضهم باش هكدا كترجني ديال نسمة ديال الفانيليا طاغية وما كتكونش نهائيا ديك الريحة ديال الزفورية ديال البيضة كان بدن نشكل كويرات او الغريبات على حسب الحجم اللي بغيس كان دهال الواجهة ديال الغريبة ديالي بالبيضة ديال البيضة وكان نفندها جيدا في الكوكا وكونكاسة وكان حدث واحد طقب الاصبع ديالي على هاد الشكل اللي كتشوفوا معي كان بقا غادي على هاد الشكل حتى كان نكمل الطعبة ديالي مني كان عمرة كان دخلها للفرن لكي يكون مسبقا سخون وكل سيدة ركت عرف طيب في الفرن ديالها يعني كل سيدة والخلفية ديال الفرن ديالها مني بعد مرور عشرات دقايق كان نخرج طاوة ديالي من الفرن وكان نعود كان ناخد جرارة وكانت كي ديك الغريبات ديالي يعني كان نعود كان نورك لادوك الطقب اللي في الوسط باش هكدا كتتبقى ديك الطقبة بينة لان مني كان طيب كتنفخ واحد شوية ما كيبقاش بينين مني احسن تعاود كيهم مني طيبونس طيبة بالجرارة كترجوهم يطيبون بعدما كيطيبو كتزينوهم بالمربة ديال المشماش على هاد الشاكيلة اللي كيبال لكم في الصور وهكدا كان نكون يعني الحلوة ديالي كتكون وجدات على هاد الشكل صراحة كتجي لدي ذا كتستحق تجريبا كنت منكم نتجربوا الوصفة وتردوا علي الخبار باللي كان وهذه هي وصفة اليوم كنقول لكم بسلام عليكم وفي امان الله الى حلقة قادمة ان شاء الله وكان شكركم بزه بزه بالتعاليق اللي كترسلو ليالي انهم صراحة كيف فرحوني بزه كنقول لكم شكرا شكرا بزه لكم وبسلام عليكم ان شاء الله الى فيديو قادم اشتركوا في القناة